السلام عليكم إخوان الفاضلين مرحبا بكم في هذه الحلقة راح هذه الحلقة راح نتكلم عن الفوند وإن شاء الله في الحلقة القادمة راح نتكلم عن التكست ولكن تذكيرا بشغلة كما نبدأ في هذه الحلقة في الحلقات السابقة تكلمنا عن شيء اسمه الاناتومي لغة هيكلة CSS تكلمنا فيها عن شيء اسمه سيلكتر ثاني شيء تكلمنا عن البلوك ديكليريشون في البلوك ديكليريشون تكلمنا شيء اسمه البروبرتي وتكلمنا عن الـ values البروبرتي اللي هو القيمة بعدها نسوي سمي كولم عشان نقفها الكود في هذا الحلقة راح يكون عندنا هذه المخرجات راح نتكلم عن family style variant weight اللي هو الوازن الحجم ورح نتكلم عن الاختصار اللي هو shorty handiway راح يكون فوند سميتي شرتي handiway عموما في السي اس اس عرف الفوند او الخط بانه يعطي قيمة او يغير الخط وخلي يغير الحجم العرض وشكل الخط عرفنا كل بروبرتي بهذه التعريفات الفوند الفوند فاميلي يستعمل لتغيير الاختلاف الفوند غير شكل الخط بعدها style يستعمل للتغيير لإيطاليك أو هذا النوع لأبليك وبعدها عندنا الvariant او الاختلاف او التصنيف يستعمل لي small caps effect راح نسوي لكم اياه راح نبيل لكم اشماعنا small caps effect بطريقة العملية بعدها الوزن او العرض ما ذرا نو يستعمل فيه انو يعرض الخط او يسغره وعندنا اكثر من طريقة نكتب على شكل خليمات او ارقام او باستعمال بيكسل برضو عندنا الفوند size properties used to increase or decrease the size of font شي طبيعي يخلي الحجم غير منوائلة برضو نحن نتكلم عن شي اسمه google films قبل ما نخيش على google fonts خلينا نتكلم على ال properties هذه اوكي نروح نستبلم تبعنا نفتح اوكي جميل جدا نروح لل project قبل ما نبدأ في السي اس اس تبعنا طيب انتو شايفين الخط بشكل عادي ما في اي اشكالية بس حبي احنا نغيره فراح نستعمل هذا ال properties هلو له له وهو الفوند مع العائلة تبعته له وهو يكون font family font size font و الى ذلك فاحنا نستعمل سيلكتر ستار لهو سيلكتر كل شي فحنا نقع سميثال حابين نخلي الفوند فاميلي رح يكون optima solar saving زي ما انتم شايفين نغير ولكن حطوها في بالكم القطوط تختلف ما بين مشغل الى مشغل اخر يعني نظم تشغيل فمثلا في الماكنتوش يستعملوا الاوبتيما ماذا في المندوز يستعملوا مثلا بالنسبة 30-40% ولكن هو على حسب خطوطه الموجودة في نظام تشغيل اندك في الجهاز فلهذا السبب انو حطوها في بالك انت كا ديزاينر لازم يكون خط هذا متواجد عند الكل او المستعمل اللي رح يكون المستهلكين الموقع الوجي ميت جدا نحطها في بالك بعدها رح نتكلم عن font style رح نكتب font-style بعدها نكتب تسوي italic نسوي semi-column وان رح يسوي italic لكل شي ولكن بعض المرات احنا حبينا نسوي italic لكل شي ما ايش رح نسوي فمثلا خي نقول على نروح مثلا ال html تبعنا كل header 2 محبين يخلي فيه font style غير رح يكون italic بسولة saving refresh فكل header زي ما انتم شايفين رح يتغير لونه عفا رح يتغير style رح يكون italic بعدها رح نتكلم عن variant فمثلا في variant احنا حاب به مثلا نستعمل خلنا نستعمل ال id هذا اللي رح يكون list here هذا رح يكون موجود في hml list here زي ما انتم شايفين مكان اوين طبعا هذا الاقتصار ايش سوينا ضغطنا على ctrl f او في الما كنتوش يستعملون command f جميل عشان تسوي مثلا research او search بحث ل الكلمة المرادة نسألها سايفي نروح نسألها refresh او اول شي خلني اتكد كتب اه ما ما حطينا القيمة القيمة احنا حاب به نحطها في font variant okay small caps refresh ايو زي ما انتم شايفين غير شكله ال property هذا عادة ان يستعملوا في ال quotation في الاقتباسات في ال notation في التعريف ما ذلك انت في النهاية انت في النهاية اول النهاية اختيار لك انت كم صمم وتقتل حاجة السوق او client المستعمل بعدها رح نتكلم على العرض فمثلا سميثال حابين نعرض مثلا الخطوط الموجودة في الوراغراف فمثلا اشي سوي font wait خلو bolder اه متغير صار bolder بس حابي مثلا نخلي مثلا bold اخف اوكي مثلا نختار مثلا الارقام اللي ما بين 100 الى 900 بدون ما يحتاج نكتب بكسوب اه تغير بس خليني نرفع القيمة هنقول مثلا حابي نخلي 800 اوه صار اكثر بكثير طبعا اتمنى انه انه فهمت الفكرة لانه ما رح يعتمد على نظام البيكسل او البرسنتج رح يعتمد على نظام الارقام او الحروف فاسميثال نخلي نخليه normal اوكي هنخلصا من font weight نتكلم على font size فمثلا في font size يكون 20 بيكسل اوكي الخط صار اعلى عندنا طريقة النسبة حابي نخلي مثلا نسبة 40 مأخوذة من اكبر حجم موجود في المتصفح فسحت من اقصد او من total بالصفحة كاملة فاسميثال نخلي 80 أو خلي 110 اوكي اه الان توقع انه خلصنا من كل البرورورتيز خلني تكلمع عن الشورتي هانديوي لهول رح يكون font رايي اختصر عنا الموضع كله بدلا من نكتبل ببرورورتز هذي فونت فاميلي فونت ستايل رح يكون مثلا أربع في واحد فمثلا بمثال نخلي italic وخلي size 20 ونخلي الخط optima optima دقيقة دقيقة من لحظة نقطيكم توقع زي كذا 15 بيكسل area أتوقع أننا رح نحط هنا italic أيها زي ما تروني تغير صار شكل مرتب الثاني السابق هنا حطت italic حطت size حطت نوع القط فاختصر لنا ثلاثة البرورتيز بشغلة وحدة فهذه الطريقة يسموه optimisation تضبط طبعك الكود تخليه أسرع ويكون تعديله يكون أسهل بدأ مثلا تتعقد حالك لا جيد في المستقبل تغير الكود أو إذا جاء واحد بعدك صار يحاول صحة غلطك أو يطور شغلك الآن توقع خلصنا موضوع البرورتيز رح نتكلم عن شي ايش جوجل فونت جوجل فونت هي عبارة عن مكتب من الخطوط فيها كل شي حلو يختصر عليك المشهور بدلا أنك تحمل الخط أو مثلا كل كلينت رايح حمل الخط في الجهاز ويحطه وخلي الخط عنده يشتغل لا اللهم أنك راح تحط هذا الخط في السيسوس تبعك وسوي اللينك لسيرفر جوجل حلو و كل اللهم رايح تاجي اللينت أو المستعمل أنه راح يكون عنده اكسس للأنترنت أنه شابك على الانترنت حلو جميل جدا فايش نسوي نضغط على اللينك هذا فونت عادة نسوي بيست سمعته شايفين هذا الخط في مثال سميثال حابين ندور على خط حابين نسمذ الخط مثلا أوكي مثلا حابين نكون الخط مثلا ريجولر أو مثلا لا خليه نقول متوسط برا جراوس الخط 18 فهنا عندنا أكثر طريقة في المبتد وسبسفة in css في ايش نسوي نقدر نسوي اللينك للخط للHML فهنا بعدها css راح ياخذ الخط من من هذا اللينك جميل جدا عندكم Customize بتقدر زي ما تشبتم لما سويت لكم في البداية لما سوى Select للخط نقدر سوى Customize أو من هذا المكان نقدر سوى Customize الخط فعندها طريقة الimport راح نتكلم عليها إن شاء الله في Advanced Level للCSS ولكن راح نتكلم كيف نستعمى هذا الخط راح نسوي Copy لل Link راح يطينا إياه أو راح شوى لك لجوجل أو الموقع راح شوى لك شوى لك إياه Generating نسوي نسوي Paste نوع Style Sheet مكان الخط موجود هنا نروح ندو Style Sheet تابعنا فهنا يقول لك Specify Use the following CSS rules to specify these families OK راح شوى لك Copy وعطا الخط حاب بما يكون كده حابه أنه يكون كده نروح تابعش تابعنا الشور أوه زي ما أنت جايفين خط تغير فهنا هاي في أدد Google Fonts راح يختصر لك المشوار سويب تماج تقدر مثلا تضبط الخط لانت حابه بس اللهم الفكر انه لازم يكون الكلينت أو انت كم صمم تكون شابك على الانترنت عشان يشتغل هذا الشيء عندك ربما راح أحط لكم اللينك إن شاء الله الحلقة السابقة ولموقع Google Fonts أتمنى لكم فائدة في هذه الحلقة كان معكم أخوكم على الحاج في أماء الله